فيه ناس بتحس ان انا انت مش حاسس بي لان وخصوصا المرض يعني على ان حضرتك وطبعا فيه الجوزء هنا اللي بتكلم عن المرض لكن الواحد بيوصل لدرجة انه حاسس ان انا ميت مش عايش من المرض انا مش عارف استمتع بأي حاجة في حياتي مش عارف امارس اي حاجة في حياتي بسبب المرض وفي نفس وقت تجربة المرض احنا بتمتد لغاية نهاية حياة الانسان يعني ربنا بيسمحش بالشفاء فليا رب انت فيه ناس بمجرد منهم يطلبوا بيخفوا وناس تانيين انت بتسمح بان التجربة والمرض يمتد معاهم لغاية اخر يوم في حياته هو التجربة لصالح الانسان والإفادته بقول لك كده الاية من تألم في الجسد كفة عن الخطيئة فالانسان لما اتمادى في خطيئة واتمادى في حياة الشرور واتمادى في حاجات كتيرة جدا جدا ربنا بيقدبه تقديبا قدبنا الرب إلى الموت والله السلم كل واحد بربنا بعمله على حسب دواخله على حسب شخصه ما بعملش كل الناس زي بعض بيعمل بد الكوة أو بد المرض أو بد الضيقة ومعاها احتمال فكان فيه واحدة بتتزمر جدا جدا على صليبها وعلى مرضها وعلى تعابها وقعدت تشتكي فجيه ربنا وقال لها طب انا هشوفي الصليب اللي أقل من كده وشليه فده غرفة كده فيها صلبان فقالتها اشير الصليب ده وفيش لقيته تقيل جدا فعادت تلف على صلبان لقيتها تقيلة جدا فبصت كده لقى في الصليب خفيف وجميل وقال له هو ده قال له هو ده الصليب اللي أنا بديه لك فربنا بدينا حاجة على قد احتمال على قد احتمالنا ما بديناش فوق طاقتنا وبيدي معاها تعزية عظيمة جدا جدا فالإنسان ما ييجي عليه ضيقة وييجي عليه قلم أو ييجي عليه مرض تاليه قرب من ربنا قوي 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 لكن الإنسان ما يكون بصحيته وبعافيته وجبروته ومش فرقة مع الدنيا الحياة بتاخده الحياة بتاخده زي شاب كده ورس ورس كبير جدا جدا وجيه أبونا قال له يا ابن تعالى ارجع لربنا وتوب وقرب من ربنا يقول له يا رب من ربنا أنا عايز أعيش شبابي أنا ورسة ورس كبير جدا وعايز أتمتع بحياتي وعايز أعيش يروح له مرة واثنين وثلاثة لعندما الولد برضو مش عايز يرجع لربنا فالحصل هو عمل حادثة كبيرة جدا واتداشدش فيها فطلب أول حاجة أنه هو مين يجيب أبونا فأبونا بصله قال له المال نفعك فين ده كله قال يابونا سمحني أنا عايز أعترف لك وعايز أعود معيك وعايز أعترف على كل اللي أنا عملته فإذا الضيقة ولدتوبة حقيقية المرض ولدتوبة حقيقية وده من غرضنا غرض ربنا للإنسان في الضيقة في المرض مهما يطول يبقى لسه فيه حساب عايز يخلص عشان أنت مرجعتش إحنا ساعات ما بنفهمش غير بالطريقة دي وربنا دايما بيتعامل معنا بالطريقة اللي إحنا نفهمها ترجمة نانسي قنقر